بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أهلا بكم أصدقائي ومتابعين قناة فارس البرمجيات على اليوتيوب حضرها كذا كنت شاهدنا الأول مرة لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واختيار الكل حتى يصلك كل منشرتنا الجديدة موضوع الخبر اليوم اللي بيستنى كل أصحاب المعاشات كل شهر موضوع الخبر اليوم بعنوان موعد صرف معاشات شهر إبريل وقرارات همة بشأن صرف المعاشات للمواطنين ده موضوع الخبر بتاع اليوم هنتناوله مع بعض تابعنا حتى الآخر حتى يصلك كل المعلومات ينتظر الملايين من القائمين على صرف المعاشات والمستفادين من التأمينات الاجتماعية المختلفة موعد صرف معاشات شهر إبريل مع اقتراب نهاية شهر مارس واعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء نادر سعد عن اتخاذ المجلس لقرارين مهمين بشأن صرف المعاشات للمواطنين عبر مكاتب البريد ومكينات الصرف الآلي وقال سعد في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر قناة دي ام سي ان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجه بفتح مكاتب البريد على مدار فترتين صباحا ومساء يعني القرار الاول اللي اتخذ الوزير ان مكاتب البريد هتبقى فتحة فترتين فترة صباحية وفترة مسائية واوضح ان ذلك بهدف تخفيف المعاناة عن كبار السن وتسهيل السبل امامهم للحصول على المعاش وتقليل الزحام وتخفيف الضغط على العاملين منعا للتجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا واشار المتحدث باسم مجلس الوزراء الى ان من يريد الذهاب الى مكتب او مكاتب البريد صباحا او مساء سيحصل على المعاش بسهولة دون تعب او اجهاد هنا بيطمن الناس لو انت حبيت تروح المكتب بتاع البريد الصبح او الفترة المسائية ان شاء الله هتلاقي المكتب مفتوح وباذن الله هتاخد المعاش بتاعك بكل بساطة وكل سهولة كما تضمن القرار الثاني توجيه الجهات المختصة باجراء عمليات تطهير وتعقيم مكينات الصرف الالي بشكل مستمر لمنع انتشار فيروس كورونا بين المواطنين الذي بات يشكل خطرا على الجميع القرار الثاني اللي اتخذوا الوزير ان هم هيبدأوا تطهير مكينات الصرف الالي عشان خاطر يحدوا من انتشار فيروس كورونا واستعرض موقع شبابيك موعد صرف معاشات شهر ابريل 2020 الفئات المختلفة واخر الاخبار المعاشات وبخاصة الالوات الخمسة نخش على موعد صرف معاشات ابريل اللي هي 2020 وكشفت وزير التضامن الاجتماعي نفين القباج عن موعد صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر ابريل 2020 من خلال مكينات الصرف الالي التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والبريد وقالت الوزيرة انه من المكرر صرف معاشات شهر ابريل باذن الله يوم الاربعاء واحد ابريل يوم الاربعاء واحد ابريل يعني اول الشهر باذن الله هتم صرف معاشات شهر ابريل وقلنا اخدوا قرارين مهمين اللي احنا ذكرناهم فوق في الخبر اللي هو تقدر تصرف الصبح او بالليل وهتم تعقيم جميع المكينات خوفا من انتشار فيروس كورونا بتنساش الشرك في القناة واتفعل الجرس حتى يصلك كل منشورتنا الجديدة اللي هيك اللي حضرك بتحطه اسفل فيديو ده ما بيشجعنا وخيرا نستمر وينشر كل ما هو جديد ولا انت لسه ما اشتركتش واول مرة وتشوفنا منزل تحت الفيديو هتلاقي زر مكتوب عليه اشترك اضغط عليه واختار الجرس واختار اضغط على الجرس واختار الكل حتى يصلك كل منشورتنا الجديدة كان معكم اخوكم الفارس حسام دونتم في رعاية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشترك الآن بالقناة وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد ولا تنسى مشاركة المقطع